مساء الفل للناس الكل و أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بقناة عالم الكريبتو معكم أخوكم أبو كريم أصدقائي قبل مبلش الحلقة ياريت نخبطها الاشتراك العظيم لايك أو ديس لايك للمحتوى وشير للقناة إذا حبيتوا أصدقائي اليوم حلقتنا مميزة جدا رح نتكلم فيها تقريبا عن 5 عمولات ممكن هاي العمولات تتحقق أرباح جيدة جدا مضاعفات 10x 20x أو 50x طبعا في حال طبعا استمرار البيتكوين وسوق العمولات بينه مو خلال فترة الشهر أو الشهرين القادمين طبعا هاي العمولات أصدقائي نعتبر احنا من الجواهر أو الجواهر المخفية اللي عم نحاول نكشفها لألكم وطبعا أصدقائي تنبيه مهم قناتي تعليمية وليس نصيحات تثمارية دائما انت أمل بحثك الخاص مثل ما منقول هاي العمولات الماركت كاب تبعها قليل لسه جديدي في عمولات انطلقت صلى يومين أو ثلاثة أو أسبوع في عمولات رح تنطلق بعد كم من يوم فدايما الحضر أصدقائي دائما بقول أنا خلي دائما 70% من بروفايلك له عمولات القوية اللي هي معروفة جدا مثل البيتكوين إثيريوم البي ام بي السولانا الدوت اللينك الفيت وغيرها و30% ممكن نخليها لهاي العمولات اللي فينا نقول مغامرات فيها مجازفات فيها أرباح خيالية جدا ولكن كمان مخاطرها عالية فلهيك أعمل توازن ادخل بكميات من الأموال انت قادر تتحمل إن لا صمح الله صار فيه هبوط عليها بالفترة القادمة ولكن دائما أعمل موازن لأنه أرباح رح تكون جدا هائلة والخسارة طبعا رح تكون جدا قوية إذا صارت فلهيك أنت أعمل دائما توازن أصدقائي هاي العمولات أكيد يعني نحنا لما نعمل شرح عن عمولات لازم هاي العمولات اللي تحقق 100 ضعف أو 50 ضعف يكون فيها ميزات أول شيء الماركت كاب تبعها أليل لسه الماركت كاب مو ضخم جدا لا يتضاعف هذا أول شيء تاني شيء لازم تكون العمولة قوية فندمنتل قوية من ناحية التقنية الأساسية تالت شيء العمولة لازم تكون لسه فرش بعد ما اصر عليها بامب كتير كبير لهيك رح ندخل بالعمولات مباشرة أول عملي طبعا اسمها باكت أو اسمها ريب باكت اختصارها باكت طبعا هاي العملي رح تنزل اليوم بتوقع يمكن بعد 8 ساعات رح تنزل على الگيت دوت آيو على منصة الگيت دوت آيو ممكن تشتروها من هاي المنصة طبعا أصدقائي دائما الشراء بيكون بمرحلتين يا أما باللحظة اللي بتنزل فيها على المنصة قبل ما تعمل ارتفاع جدا ضخم أو بالوقت اللي ممكن خلال يعني بعد 4 ساعات أو 6 ساعات من الاطلاق على الگيت دوت آيو ممكن ينعمل أرباح لأنه رح تدخل بوتات أصدقائي سنايبر بوت أو غيره فعسار بشكل كتير كبير فأنت ممكن تنتظر لتاني يوم أو إذا كان دخولك موفق بلحظة الإطلاق ممكن تستفيد أصدقائي من مضاعفات 10 إلى 20 30 ضعف طبعا هاي العملة أصدقائي ممتازة جدا من ناحية crowd building the web3 economy طبعا وهي تطوير للweb3 القادم والبرودكت تبعها بتكون من أربع برودكت الداو طبعا re-backed dao product البيونير البيلد crowdhack والplay share طبعا اللي بيهمنا نحنا في اثنين بيهمنا اللي هي أول واحدة اللي هي play share مثل ما انتم شايفين طبعا بس تدخلوا على الموقع بتضغطوا على أي واحد من البرودكت بيفتح عنكم لينك جديد بيشرح طبعا كل شي بيختص بهذا البرودكت تبعهم mission and vision empowering a gamer to earn passive income طبعا هذا شيء مهم جدا ونحنا مركزين على موضوع البيونير حاليا لأنه فيه له مدى جدا كبير أصدقائي العملة الثالثة طبعا رح ندخل العملة الثالثة اسمها Vodra طبعا Vodra هي كمان هاي من العملات اللي رح تنطلق خلال يومين بعد يومين أصدقائي رح نذكر تفاصيل وين رح تنطلق وكل هاي القصص ولكن شو الفكرة طبعا Vodra crypto meets content أصدقائي في كتير يعني حاليا على اليوتيوب إذا أنتم ملاحظين لحظة أصدقائي كما قلت أصدقائي يعني مثل ما أنتم شايفين هاي العملة اللي اسمها Vodra هي crypto meets content والمهم أصدقائي والشي المهم حاليا أنتم بتلاحظوا أنه فيه مثلا بقنوات اليوتيوب مثل donation أو تبرع أحيانا بتبرعوا المشاهدين لصاحبين القنوات اللي عم تعمل محتوى باليوتيوب فهذا الشي أصدقائي ها قسم من جزء العملي ولكن هتصير بشكل decentralized طبعا القسم الأول لازم يربط صاحب المحتوى أو القناة اللي باليوتيوب حسابه مع باي بال مشان يقدر أي حدا يتبرع أو يعطي مثلا tips لصاحب القناة طبعا بحال كان عم بيعمل stream مباشر أو عم بيحاول يعمل محتوى بشكل عام هذا أول شي وأنا بشوف هذا النتش جدا كبير لأنه أصدقائي في حال ببلش أصحاب المحتوى يستخدموا هذا النظام هذا النظام رح يكبر لأنه اليوتيوب أصدقائي والأوديونس جمهور اليوتيوب جدا كبير وجدا عادي لهيك أنا بتطلع على الشي اللي رح تعملوا هاي العملة فأنا بتوقع لشغل جدا قوي ومثل ما أنتم شايفين طبعا بيقولوا أنه سيقدمون مثل تعويض للصانعين المحتوى باستخدام عدوات جديدة لتكبير الأوديونس أو الجمهور سواء كان صغير أو كبير طبعا ومثل ما أنتم شايفين كمان هون الروتز ماب طبعهم فمثل ما أنتم ملاحظين حاليا نحنا بالكورتر التالت أو الرابع تقريبا ماشيين بشكل سليم جدا بلادفورم فاندنج فاندنج راوند وتقريبا حاليا هوني في اللنش بعد حاليا بتوقع خلال يومين يوم غد تنزل هاي العملة على الأسواق فأنا بشوف رح يكون إلى شغل جدا قوي ورح تختص كمان بموضوع الأنفتي بلد كميونيتي كمبليتلي باورد بايد بورد فالعملة نفسها رح يكون إلى استخدام خاصة بمجال الجيمينج والأنفتي وهي القصص طبعا وكمان على البوليغون والإثيريوم فأنا بشوف العملة ممتازة جدا أصدقائي من الناحية الأساسية والسعر رح تنطلق فيه البودرة رح تكون عن سعر بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشغل بالضبط رح يكون التوتال سبلاي بحدود 2 مليار البرايس تبعا الوان بي دي ار اختصار العملي بي دي ار رح يكون عن سعر 0.01 دولار فأنا هاي العملي متوقع لتوصل لحدود 0.01 أو 0.02 يعني ممكن تعمل 10 اكس أو 20 اكس خلال الإطلاق طبعا والشيء الحلو كمان رح تكون بعد ما تطلق على Binance Smart Chain يعني رح يكون موجودة على Bankic Swab عند الإطلاق طبعا أصدقائي رح تلاقوا بتباصيل عن الإطلاق وعن عقد العملي وعن كل لهاي الأشياء وطريقة الاشتراك بقناة التليجرام رح حطها بشرح الوصف ممكن أن تدخل وتحصل على الـ update أول بأول وتستفيد أصدقائي طبعا هاي العملة الثانية العملة الثالثة نزلت على الأسواق فعلا اسمها Strong Node Edge S&E طبعا العملة حاليا عمرها ممكن ما فينا نقول يومين أصدقائي يعني تقريبا لما كان سعر العملة عن سعر 0.01 أنا نزلت طبعا على التليجرام كيف ممكن تشتريها وقت الإطلاق أصدقائي والأصدقاء اللي دخلوا فيها حققوا أرباح جدا حلوية يعني أنتم ملاحظين من 0.01 عفوا انطلقت من سعر تقريبا 0.02 1.5 حاليا عن سعر 0.03 فحققت وصلت كمان لل 0.36 فحققت أرباح جدا كبير والعملة هاي لسه أمامها يعني لسه بعد أصدقائي العملة هاي كمان أمامها ممكن نتوصل لل 0.05 أو 0.6 خلال الدورة الشهرين القادمين وطبعا العملة من العملات الممتاز جدا والتيم تبعها خارق فيما نقول يعني طلعوا على التيم تبعهم أصدقائي التيم جدا كبير وكلهم جايين من خلفية جدا قوية يعني مايكروسوفت 3M Sega ياهو فأنتم تشوفوا العملة كتيمز جدا قوي والعملة هاي اسمها strong node النود شو هو فينا نعتبره النود هو internet code يعني بمجال فينا نقول وسيط مثل كود وسيط بين البلوك تشين والعالم الواقعي فممكن تدخل بتطبيقات جدا كبيرة سواء بالأجهزة سواء بالكونسول بالجايمينج تطبيقات تربط بين الشبكة والأجهزة فتطبيق strong node جدا رائع وكمان هو على layer 0 يعني راح يكون سريع جدا قابل للتطور بشكل جدا كبير مثل ما انتم شايفين strong node is the future of node infrastructure للبنية التحتية للبلوكتشين a service model we are the next generation هو تجي للقادم of edge network leveraged blockchain فأنا بشوف هاي العملة أصدقائي قدام ها شغل حلو وطبعا اللي دخل على قناة التلي جرام استفاد ان شاء الله ورح نستفيد طبعا بالباقي العملة الرقم الثلاثة اللي اسم plus bad plus bad هاي عملة رح تنطلق على منصات launch bad اللي هي رح تكون ADA bad PSC bad VELIS bad تقريبا هاي المنصات رح تطلق PELIS bad وال PELIS bad رح تكون الأول تقريبا PELIS bad the premier IDO platform project building in PLUS chain a new ethereum sister يعني هي شبكة ethereum to provide idyllic environment for building powerful a new application while simultaneously reducing the load of the ethereum network وطبعا plus bad هي منصة اطلاق كمان منصة اطلاق عمولات جديدة بتختص كمان بشبكة plus شبكة plus chain العملة هاي اصدقائي لسه ما انطلقت منتوقع تنطلق خلال 10 ايام او فينا نقول ب7 او 6 november راح نتابعها اصدقائي وراح اطيكم update عليها لها العملة راح تحقق اشياء ضخمة جدا 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 انتبهو العملة رقم 4 اسم راح يكون dsla العملة تقريبا عن سعر 0.01 013 max supply تبعا خلينا ندخل شوي 5 مليار وطبعا اصدقائي انا بنصح بالدخول بهاي العملة عند 0.08 تقريبا 0.08 اربعة او 0.05 71 يعني استنوا تصحيح ممكن عند 0.08 تعمل دخول انا بشوف العملة الى potential جدا قوي بالنمو وطبعا لعدد اسباب يعني هي تقريبا risk management يعني ادارة مخاطر هي مثل protocol لادارة المخاطر بالبني التحتي للبلوكتشين وبتختص كمان بموضوع التأمين وانا بشوف هاي العملة الى استخدام خاصة لما بيتطور موضوع البلوكتشين فالrisk management ادارة المخاطر الانشورنس جدا مهم عالم جدا كبير انا بشوف هاي العملة راح تحقق كمان ارباح جيدة وانا بشوف انه ممكن توصل كمان للقمم الماضي يعني وصلت لصفر فاصلي صفر اربعة فمتوقع طبعا بالدورة القادمة تحقق كمان انجازات كبيرة هاي العملة وطبعا هاي الموقع تبعهم risk management infrastructure for developer جيدة bright NFT futures هي راح تختص من موضوع NFT تطوير NFT بشكل كبير واطلاق كمان منصات لنش fund يعني متل ما انتو شايفين عاملين already fund والعملة تبعهم انا برأيي قوية جدا وخاصة الـ NFT عم يكبر يوم بعد يوم والعملة تقريبا اصدقائي من العملات الرائعة جدا والشي الحلو اللي فيها ليش انا كمان من العملات اللي فتاتلي نظري حاليا عاملين شغل كتير قوي مع يعني يوتيوبر كبار عندهم 10-5 مليون على اليوتيوب فعم يشتغلوا عن الانستغرام فعم يشتغلوا شغل جدا قوي لا يعرفوا العالم بموضوع الـ NFT ويجذبوا قطاع جدا كبير من الناس لهذا النتش فأنا بشوف العملة تطبيقة والشغل اللي عم يشتغلوا بالماركتين جدا قوي فحبيت طبعا نوح عليها طبعا هاي تقريبا اصدقائي كانوا الخمس عمولات مهم جدا اصدقائي مثل ما قلت قناتي تعليمية وعلى نصيحة استثمارية دائما اعمل موازني هاي العمولات ممكن تحقق ارباح جدا ضخمة لكن انت لازم تحدد يعني تشوف انسب وقت يعني العملة لما تعمل اطلاق على منصة معينة او بلحظة الاطلاق يا اما ادخل بالوقت يعني بوقت الاطلاق بالثواني هاي بتفرق لانه او تستنى يعني ست ساعات سبع ساعات ليعمل down cool down يعني عالم تعمل بعد اللنش احيانا بتطلع العملة خمسين بالمية او عشرين بالمية بعدين بتعمل تصيح بيعمل جني ارباح فانت ممكن تدخل باوقات مناسبة يا اما بلحظة الاطلاق او تستنى يوم لنقول لتعمل العملة يعني تبريد او calling او جني ارباح وتكون نقاط دخول جيد للي تستفيد منها طبعا هذا كان بشكل عام اصدقائي رح حط رابط القناة telegram بشرح الوصف يعني مثل ما شرحت شرحت عن كيف دخلوا فيها الاصدقاء شرحت كمان عملت فيديو عن مختصر فقط لاصحاب يعني بالقناة telegram كيف يدخلوا كيف يعملوا رابط بين quick swap وال trust wallet يعني احيان في اشياء تقنية لازم تتعلم ها لتقدر تدخل بأول الناس وتكون أول مستفدين في اشياء لازم نتعلم ها مو فقط انه هاي عمولات كتير تسألني في ناس انه ليش مو على البيانس موجودة لانه هاي العمولات اصدقائي عمره يوم او يوم فمن المهم جدا يكون عندك تقنيات في عندك منصات المركزية مثل pancake swap uniswap cookie swap اللي هي على شربك telematic فهدول منصات هي الاول منصات اللي بتنطلق عليها قبل ما تروح على منصات gate او البيانس او غيرها لما توصل على منصات البيانس بتكون ارتفعت بتكون العملة عملت خمسين او مئة ضعف يعني لما تجي تشتري انت بالبيانس بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب حبيت فقط نوه لهذا الموضوع وطبعا ان شاء الله نلتقي معكم كمان بفيديو قادم نتابع سلسلة الجواهر المخفية وان شاء الله نعمل متابعة لكل هاي العمولات اللي دخلنا فيها ونشوف كمان كيف ممكن نتحقق اشياء جيدة وممكن خلال السبوع القادم نعمل جولة على عملات جديدة ممكن كمان الى النمو بشكل كبير شكرا للكم اصدقائي وبنلتقي معكم ان شاء الله السلام عليكم